نروح لبطولة الأمم الأفريقية كان 2019 ولا تقام في مصر في شهر 6 القادم إن شاء الله وآخر الأعمال وآخر التطويرات اللي موجودة اللي دايما بيشرف عليها رئيس الوزراء وأيضا وزير الشباب الرياضة فرئيس الوزراء ووزير الشباب يتفقدان أعمال تطوير السادة القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة تفقدوا طبعا أعمال تطوير استاد القاهرة لإستضافة بطولة كاس أمم أفريقيا واللي هتكون في شهر يونيو المقبل إن شاء الله طبعا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تجول هو ومرافقه في عدد من مكونات الاستاد بدأت بيئة المقصورة الرئيسية واللي تم الانتهاء من تطويرها وأكد كمان سادة الوزير الشباب الرياضة دكتور أشرف صبحي أنه تم أيضا تطوير الطرق المحيطة بمنطقة استاد القاهرة كما يتم إنشاء طريق ربط بين شارع الفنجري وشارع يوسف عباس لتيسير الحركة المرورية وتسهيل الوصول إلى الاستاد دكتور أشرف صبحي أيضا وضح أنه تم خلق مساحات جديدة وتطويرها بجسم الاستاد سيتم استخدامها في الاستقبال والضيافة كما تم تغيير مناطق وإضافة غرف جديدة لخلع الملابس وإنهاء متطلبات الاتحاد الأفريقي بالاستاد أيضا تفقد رئيس الوزراء دكتور مصنف بولي أرضية الاستاد وأكد وزير الشباب الرياضة أنه تم الانتهاء من الأعمال بها مع السمرار المتابعة لتكون على أكمل وجه مع انطلاق البطولة مشيرا إلى أنه يتم حاليا تركيب المقاعد المرقمة ومجموعة من الشاشات مع صيانة الشاشة الرئيسية كما تم تغيير وتطوير ديكورات المدخل للمقصورة الرئيسية وطبعا في الختام الدكتور مصنف مدبولي شدد على ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال بأعلى كفاءة وفي التوقيتات الزمنية المحددة علشان يكون السيد القاهرة جاهز ووجه حضرية للبطولة ومعبر عما تشهده النصر حاليا من تطور وتنمية في مختلف المجالات كل توفيق أكيد لمصر كلنا وراها وكلنا أكيد هنكون حرصين على أن البطولة تخرج بأحسن شكل ممكن وإن شاء الله في الآخر منتخب مصر يكمل كل المناظر الحضرية والتطويرات والكل الجهد اللي بيتم بذله من كل مسؤول الدولة اشتركوا في القناة